خير عليكم وقالها وسهلا كل زوار قناتي. هتصدقيني لو قلت لك ان انا حاليا بشرب المشربات بتاعتي بربع ملقة سكر من بعد ما كنت بشرب معلقتين ونص سكر من غير ما حس باي تغيير في الطعم او اي تغيير في اي حاجة. هقولك ازاي? طبعا مش مصدق. هقولك حالا انا عملت ايه? لنفترض ان انت مسلا بتشربي مشرباتك بتلات معلقة سكر. تمام? ادي معلقة. اتنين. تلاتة. هنبدأ ونقول من النهاردة مسلا يفضل من النهاردة. التلات معلق سكر اهوم. قبل ما حط المشروب بتاعي هتحزفي منهم ربع معلقة او قولي تمن معلقة. يعني ربع معلقة او قل شوية او قولي تمن معلقة. هتحس بتغيير طفيف جدا يعني يا كاد يكون غير ملحوظ اصلا في الطعم تغيير حاجة بسيطة اوي. ممكن كمان ما تطلحس. تمام? هتعدي معي يوم الثاني الثالث على اليوم الرابع بالزبط هتتعودي وكأنك كنت بتشرب التلات معلق بالزبط. وما فيش اي تغيير خالص ولا طفيف ولا غيره. هتبدأي من اول اليوم الرابع الثاني. تحزفي نفس الربع معلقة السكر او التمن معلقة السكر لو انت هتحس بتغيير من الربح. نفس الحكاية يوم والتاني 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 والرابع هتحس ان انت كنت بتاخدي التلات معلق بتوع الاول ومع الوقت حس تتزوق عندك هتتعود على كده. هتسحبي ربع في ربع في ربع في تمن الحاد ما تقللي الكمية خلص. انا بتتبع نفس نفس الموال دوت مع الملح بس طبعا مش بالربع او التمن انا باخد زرات بسيطة لان طبعا انا مش بحتاج اكتر من نص معلقة في الاكل او يمكن اقل شوية. وما انصح كيش خالص 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 انك تحزف السكر تماما من اكلك. لان الكبد غزاءه الوحيد هو السكر. غزاء الكبد الوحيد هو السكر. طب ان شاء الله عنه ما تغزى ان هو من انا خس. لا طبعا. لا طبعا احنا عايزين نخس عشان اه يعني نحسن من مظهرنا وفي نفس الوقت نحسن من صحتنا. اه الكبد غزاء الوحيد السكر. وظيفة الكبد في الجسم ايه? الكبد ده بيعتبر المصفى او الفيلتر اللي في جسمك. اللي يعني بينق الجسم من كل السموم بقى المبيطات الحشرية اللي بناخدها في الاكل والمية الملوسة واي حاجة في جسمك فيها سموم. الكبد هو اللي بيفرطل السموم دي. الكبد ويعني حاجة مهمة جدا في جسمك تهتم بيه. ما تحزفيش السكر نهائي من اكلك. لازم يكون في نسبة سكر ولو بسيطة. انت دلوقتي بت يعني بت عايزة تخسي عشان وانت سنك صغير عايزة تخسي عشان يكون مظهرك وشكلك احسن. بعد كده لما هتعدي سنة الخمسين سنة هتعرف ان انت محتاجة تخسي عشان تنعمي بشوية صحة اكتر. يعني احنا بنخس عشان نحسن من مظهرنا وفي نفس الوقت نحسن من صحتنا مش عشان مظهرنا وبس. فانا ما نصحكيش انك تحزفي السكر نهائي من اكلك. السكر زي ما قلتلك عشان تقلي ليه بتدريك كده هتبتدي تاخدي التلت معلقة ديت التمن معلقة السكر ديت مش هتحس باي تغيير في الطعم خالص. وبكده تكون خلصت فكرتي النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبك والمعلومة طلعت مفيدة. وشير بقى لاي حد حسن المعلومة هتفيدو. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.